قالت وزارة المالية إن صرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين بقيمة 115 مليون دينار مرة واحدة أدى إلى تحقيق الموازنة عزاً بعد المنح بقيمة 43 مليون دينار في الشهر الأول من العام الحالي مقابل وفر بقيمة نحو 114 مليون دينار في ذات الشهر من العام الماضي حيث بلغ إجمالي إنفاق الحكومة خلال كانون الثاني الماضي 678 مليون دينار بارتفاع نسبته 38.2% مقارنة مع نحو 490 مليون دينار بذات الشهر من العام الماضي بسبب صرف الدعم النقدي أما الإرادات المحلية فارتفعت إلى نحو 625 مليون دينار في أول شهر لهذا العام مقابل 590 مليون دينار تقريباً نتيجة زيادة الإرادات الضريبية بحوالي 9 مليون ومائة ألف دينار وغير الضريبية بحوالي 26 مليون دينار أما المنح الخارجية فبلغت في كانون الثاني نحو 10 مليون دينار بتراجع نسبته 32% عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت 14 مليون و300 ألف دينار ترجمة نانسي قنقر